اختتم الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون من أربيل زيارته إلى العراق بعدما زار كنيسة الساعة وجامع النوري أبرز معالم مدينة الموصل شمالي البلاد هذا وقد أعرب ماكرون في مؤتمر صحفي مشترك مع إقليم كردستان نيجرفان بارزاني عن تضامن فرنسا مع الإقليم لسيامة في مكافحة تنظيم داعش الإرهابي لفتن إلى أن أي عودة محتملة للتنظيم تهدد مستقبل العراق وكردستان ومعه أمن المنطقة كاملة